نائب رئيس مجلس النواب اللبناني والمفاوض الرئيسي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ياسبو صعب أهلاً وسهلاً بك بداية هل ما تم توصل إليه هو أفضل الممكن أو هو جيد بالمطلق؟ اللي توصلنا لإله هو اللي نحنا كنا متكمشين فيه من 11 سن إلى اليوم صار محاولات عديدة مرأة وسطاء أمريكيين اشتغلوا على الملف وصلنا أقصى شيء مع التفاوض على خط هوف اللي كان بيعطينا 60% من المنطقة المتنازعة عليها اليوم نحنا عم ناخد بلوكاتنا كاملة وفق الخط الذي أوضعناه بالأمم المتحدة عم ناخد حقنا الكامل من قانا حق القانا المحتمل لأنه نحنا اليوم بعد ما في استخراج ما في استكشاف فعلي صار ولكن نعمل مسح ثلاثي الأبعاد لما نكون حاصلين على كل هذه النقاط أنا بعتبر أنه لبنان اليوم من بعد 11 سنة تكمش بموقفه حصل على اللي كان عم بيطالب فيه يعني لبنان يعتبر هذا يعني إنجاز كبير ولكن اليوم قد نشر نص هذه الاتفاقية هناك الكثير من النقاط التي تثير أسئلة وبدت وكأنها الصياغة عامة أو فيها بعض الضبابيات بداية موضوع حق القانا وفي البلوك رقم 9 حق إسرائيل في حق القانا كيف سيبدأ بهذا الموضوع؟ لأن حق القانا يقطع لجنوب الخط 23 ونحنا بنسمين حدودنا على الخط 23 ولأنه نحنا طالبنا بكامل حق القانا ولو قطع جنوب الخط 23 طبعا الجانب الإسرائيلي بيعتبر أنه هذا طيب بأرضه هو وإله حقوق فيه وقفت المفاوضات على هالأساس لحد ما صار فيه إذا بدك فكرة زكية كتير من الوسيط الأمريكي ودخل المشغل المطور لهذا الحقل وما بخفى عليك يمكن اللي صار بأوروبا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية يلاعب دور إيجابي لمصلحة لبنان فمرأنا بظرف نحنا عنا فرصة تاريخية نحنا متكمشين بحقنا وهذا الحقل بنعتبره للبنان ولازم يكون كل السروة الموجودة فيه للبنان وبالمقابل بنفهم أنه الإسرائيلي بيلك إذا هذا فايت لعندي على بحر فلسطين المحتلة يعني بيعتبر هو عنده إذا فات هذا الحقل لهونيك بيعتبر أنه عنده لازم يكون في حق اقتصادي منه بالتالي صار فيه اتفاق أنه التعويض على الجانب الإسرائيلي رح بيكون من الشركة اللي هي رح بتطور هذا الحقل حاليا فيه شراكة بين توتال وأني وقد يدخل شريك ثالث ليحل محل شركة نوفوتاك الروسية هذا التفاهم بين توتال وبين الجانب الإسرائيلي بعوض على الإسرائيليين اللي هني عم بيطالبوا فيه ولكن هذا المقطع بالتحديد ما يكون كلام مبهم أنا عطيتك بكل صراحة أنه هني طالبوا بتعويض مالي ورح بياخدوا التعويض مالي حسب الاتفاق ولكن مش من لبنان ولا من حصة لبنان من كامل حق القانا من حصة لبنان يعني من قانا اللي هو شمال الخط 23 وقانا اللي هو جنوب 23 كيف بيصير هيدا الموضوع؟ نحن بالاتفاقية اللي صارت بين توتال وبين الدولة اللبنانية من 2017 طبعا نقول اليوم عم نعمل اتفاقية وعم نغير بالنسب لنعمل تعويض مبطن أبداً بال2017 حق لبنان من هيدا الحقل يتراوح بين 58% و 62% حسب الحجم اللي فيه وهذا متعارف عليه دولياً يعني فيه برام فيه آلية لهذا الشغل بالمقابل الشرك اللي بتطور الحقل بيطلع لبين 38% و 42% بالتالي من الحصة اللي بتطلع أرباح لهذه الشركات هي بده تعود على الجانب الإسرائيلي بالتالي إذا بدك التعويض رح بيكون من الشركات المطورة وليس من الجانب اللبناني وفيه كلام كتير واضح إذا رأيتي للنص بيقول كامل حق القانا يطور حصرياً للبنان كلمات حصرياً وكامل حقوقه كل هذه كلمات أخذت وقت طويل حتى نوضح النقطة وما حدا تلتبس عنده الأمور إسرائيل لا يحق لها أن تعيق الحفر والاستكشاف من دون مبرر أو من دون مسوخ من يلذي قد يحكم أن هذا مبرر أو مسوخ؟ مش بس مبرر أو مسوخ من دون هي الكلمة نحن عم نفاوض باللغة الإنجليزية تعاطي بين الشركات الدولية واللي بتنقب بالحقول بتعرف شو هو العمل الريزنبل وشو هو العمل الريزنبل وفي ضمانة أمريكية نحن عم نعمل اتفاق مع الحكومة الأمريكية وهن عم يعملوا اتفاق مع الحكومة الأمريكية بالتالي في ضمانة أمريكية إذا أخلوا بالاتفاق بيكونوا عم بيخلوا بالاتفاق اللي عملوه مع الحكومة الأمريكية بتقليلي شو بأثر لا بنرجع كأنه مصر في اتفاق إذا أخلوا فيه وإذا ما فيه اتفاق بنرجع للمعادلة اللي موجودة في لبنان إذا ما فيه عندنا إنتاج غاز ونفط من عندنا ما بيكون إنتاج غاز ونفط من عندهم هل تتوقعون أي مفاعل إيجابية جانبية للعاقة؟ يعني اليوم هناك جو في البلاد يتحدث عن أنه ربما تم توصل إلى هذا الاتفاق النفط والغاز على أقل تقدير أربع خمس سنوات حتى نتمكن من أخذ أي ثروات من هذا الموضوع ولكن هل نحن اليوم أمام مرحلة فيها إيجابيات جانبية نتيجة هذا الترسين؟ هذا الكلام اتجسد حتى بكلام الرئيس الأمريكي بالاتصال اللي أجرى مع الرئيس ميشيل عون بلبنان وقال له أنه هذا بيفتح أفاق كتير كبيرة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان باقي أنه لبنان اليوم أنا فيني أقول الرئيس بنهاية عهده أنجز شيء بسهل المهمة للرئيس اللي جاي وإذا عملت حكومة قادرة تواجه السعاب اللي عم تكون موجودة قدامنا وقادرة على الاتفاق مع ومع المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية منكون نحن مهدنا حالياً الطريق بهيداً وإذا انتخبنا رئيس الجمهورية وشكلنا حكومة جاهزين لحتى يمشوا بخارطة الإصلاح الحقيقي وإعادة الأمور كما كانت عليها في لبنان هذا يعطينا عمل كتير كبير اللي عم بيصير عم يعطينا عمل نحن كنا نازلين على هاوية أقله فينا نقول أنه وقفنا النزول وبلشنا نشوف الطريق اللي لازم ترجع تأخذنا صعوداً ومنتأمل أنه يصير في انتخاب لرئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة لنبلش فعلاً بالخطة اللي نحن حطيناها والمجتمع الدولي كان حاضن لهالاتفاق يعني ما كان يحكى في الداخل عن حصار خارجي على لبنان اليوم فك هذا الحصار بلشنا نشوف بوادر فك الحصار عن لبنان لأنه غير أنه الاتصال الأمريكي اللي صار من رئيس بايدن مش معوضين كنا نشوف اتصال من رئيس أمريكي لرئيس جمهورية بعد عنده أسبوعين من عهده هادي كمان إلا دليلاتها ومش معوضين كنا نشوف بيانات التضامن اللي يجيت مع لبنان من جميع الدول العربية والأوروبية تسجيعاً لهذا الخطوة بقى أنا فيني أقول أنه نعم هادي بداية فك العزلة عن لبنان إذا لبنان عرف كيف كفى بمهمة الإصلاح عبر تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية جديدة أنا أبليس بوصعاد المقاوض الرئيسي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل شكراً لكم